ليلة هلأ رح تكون التوقعات على المملكة العربية السعودية تفضل نعم السعودية بدي أعطيها شوية اللي صار بالأسبوع الماضي يعني اللي صار والزيارات المتبادلة بالمملكة العربية السعودية شي بيكبر بصراعة عشان هيك رح أحكي عن هالموضوع تفضل ستشهد المراحل المقبلة زيارات رئاسية وملكية متبادلة أراها ستحصل ما بين السعودية وإيران وستكون المفاجأة كبيرة من خلال هذه الزيارات التاريخية سنكون أمام ولادة حلف وجيش دفاع عربي مشترك مهمته حماية البلاد والأراضي والشعوب العربية من كل خطر أو تهديد داخلي أو خارجي وستكون السعودية هي الراعي والقوة الأبرز لهذا الحلف تساندها مصر والعراق وسلطنة عمين وغيرها من الدول العربية ولا أستبعد أن نكون أمام حلف ناتو عربي بالمرحلة المقبلة وسيكون لهذا الحلف مهمات كبيرة في المستقبل وعلى أكثر من أرض عربية سنرى الأمن السعودي يحقق إنجازا جديدا وبارزا في عمليات القضاء على تهريب المخدرات إلى داخل المملكة وسنشهد خطة أمنية واسعة سوف ينفذها الجيش السعودي على طول الحدود السعودية وسينجح في ضبط التهريب إلى الداخل والخارج ويقضي على قسم كبير من هذه الظاهرة الخطيرة ومن هنا سنرى إن الشعب السعودي سيكون عيون القوات الأمنية ويساهم في حماية البلاد والعباد والشباب من هذه السموم القاتلة أما على أبواب موسم الحج والعمرة والعيد المبارك سوف ينعم كل حجاج بيت الله الحرام هذه السنة بموسم حج آمن وسالم ومبارك بإذن الله تعالى وكل هذا التنظيم والأمان لمواسم الحج سوف يتحقق بفضل الله وبفضل الكيادة السعودية القوية والبارزة ورجال الأمن السعودي الأوفياء في خدمة المملكة وتحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ومعه رأس الكيادة الشابة التي يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وستبقى المملكة السعودية أرض الرسالة والأمان والسلام يحميها الله رب الكعبة والبيت الحرام ستشكل المملكة العربية السعودية خلال مراحل قادمة قوة صناعية عالمية وتتربى على قمة الصناعات المتطورة في العالم وتصبح عالما رائدا ومميزا يلمع في عالم الاقتصاد الصناعي القادم ومن هذا المنطلق أرى أن اسم وشخصية سموه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون هو أمل وأمنية الشعوب العربية بشكل عام والشعب السعودي بشكل خاص والقيادة السعودية الحكيمة التي تتمثل اليوم بالملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراهم يحملون الكثير من الأمل والأمنيات والأحلام من أجل بناء دولة قوية ومميزة يردونها رمزا للدول المتقدمة في الأمن والأمان والعدل والمساواة والازدهار والسلام وأخيرا أرى أن الربيع العربي الذي عانت من أشواكه أكثر من دولة عربية سوف تتكسر أشواكه قريبا بإذن الله تحت قوة الوزن السعودي وتحت الثقل العربي والإقليمي والدولي الذي تمثله السعودية اليوم وفي ظل هذه الظروف العربية الصعبة وفي ظل هذه القيادة السعودية بالذات وسوف يتأكد العالم من خلال الأحداث والتطورات القادمة ويعرف كم نحن بأمس الحاجة إلى أفضل العلاقات مع السعودية وإلى حكمة وجرأة مواقف قيادتها القوية أمام المصاعب والأزمات وإلى وزنها السياسي والاقتصادي عربيا ودوليا وأتمنى من الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية بأراضيها وشعبها وقياداتها وقائدها الشجاع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان تحت ضل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأرجو من الله أن يحفظ العرب وأرض العرب وأخيرا بشوف أنه إن شاء الله يا رب هذه أمنية رجا أنه السعودية مش رح تترك لبنان بإذن الله والعلاقة ما بين السعودية ولبنان والزيارات المتبادلة بين البلدين سنراها في أفضل صورة والأخوة السعوديين سنراهم في لبنان كما في السابق حلو كتير ليلى التوقعات للمملكة العربية السعودية وأكيد ما نقول ألف مبروك نجاح القمة العربية وعلى المجهود الكبير اللي عم بيقوم فيه أكيد ولي العهد تأذن الله نشاطات ونعم والسياسيين عم بيكونوا مجموعين من كافة الدول يعني مثل ما ذكرت ليلى من أزبادة بتتبذكرك من أربع حلقات كنت آيلي أنه رح يكون فيه دور كتير كبير لولي العهد بالمملكة العربية السعودية ورح يجمع دور رئيس الأسد بيكون بالكم العربية مية بالمية ترجمة نانسي قنقر